شكرا لك نضال أهلا بكم مشاهدين يواجه ناشطون مدنيون في البصرة جنوبية العراق حملات اعتقال بسبب انتقادهم الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في المدينة فقد اعتقل عدد من الناشطين بسبب نشرهم مقاطع فيديو أو بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو على خلفية أنشطتهم في المظاهرات أحمد أستاذ جامعي وناشط مدني حتى هذه اللحظة هو مطارد من الأجهزة الأمنية وصدرت بحقه مذكرات اعتقال بسبب نشاطه في انتقاد الحكومة المحلية وسياستها اعتقل سابقا وسربت صورته وهو معتقل في أحد مراكز الشرطة بشكل مخالف للقوانين على خلفية انتقاده للوضع الأمني المتردي في البصرة لا يحق لهذه الجهاد مطاردت انما هم يستغلون ان النفوذ بيدهم والسلطة بيدهم وتقريبا يعني القضاء ما ريد نقول بيدهم بس في أغلب الأحيان يستجيب لهذه الشكاوى الكيدية ناشطون مدنيون اتهموا محافظة المدينة باستغلال نفوذه وسلطته في إقامة دعاوى قضائية ضد الناشطين المدنيين لتكميم أفواههم وإسكاتهم عن فساد مسؤولين حكوميين المسؤول في محافظة البصرة وعلى رأسهم محافظة البصرة هذه ليست وليدة الساعة هي طبعا تهم كلها كيدية غاية هي إسكات المواطن أو إسكات كل من يصدح صوته بالحق كاميرات المراقبة في منزل الناشط المدني الساخر حسين الشحماني وثقت عملية اعتقاله على يد عناصر جهاز الأمن الوطني حسب رواية حسين فقد حطم مدنيون مسلحون قبيل اعتقاله كاميرات المراقبة الخارجية لمنع تصوير عملية الاعتقال حقوق الإنسان وواقع الحريات في هذه البصرة ربما نستطيع أن نقول أصبح إلى وضع الدكتاتورية عندما ننتقد مدير عام أو ننتقد رئيس حكومة محلية تكون هناك هجمة من خلال شخصيات تدعي أنها علاميين وثم إذا لم ينفع هذا الموضوع من باب التسقط والشيطنة يجعون إلى إقامة الدعاوى الكيدية لا يزال موضوع الحريات المدنية في البصرة يسير في طريق وعر بسبب الانتماءات السياسية لعناصر الأجهزة الأمنية وتجاهلهم قوانين حقوق الإنسان يخشى الناشطون أن يصبح اعتقالهم وتجاوز حقوقهم الدستورية نهجا متبعا للضغط عليهم مستحضرين في أذهانهم ممارسات حكومات سابقة اتخذت من القمع والاستبداد وسيلة لحكم العراق نازن طيار العربي البصرة شاهدين ينضم إلينا من البصرة علي العبادي مدير مركز العراق لحقوق الإنسان سيد علي أهلا بك معنا إذن كما استمعت في التقرير اعتقالات مضايقات بسبب انتقاد للحكومة أو حتى لمسؤولين في البصرة تحديدا ما يؤدي إلى قضاء ورفع قضايا كيدية على أي أساس يتم ذلك؟ في أي وضع ممكن أن يتم وصف هذا أو هذه الدعاوة؟ نعم تحية طيبة لقناتكم وإلى مشاهديكم الكرام وبالتأكيد نضعه في خانة الدعاوة السياسية سيد الكريم ما يجري في البصرة إنما هو يعتبر تكميم الأفواة وتأسيس إلى دكتاتورية جديدة منذ عام 2003 ولاحد هذه اللحظة القوانين التي أنيطت بالحريات أو في خانة الحريات والديمقراطية عبارة حبرا على ورق ولكن في أرض الواقع نرى خلاف ذلك من ناحية تكميم الأفواة على مستوى تسخير بعض الأجهزة لصالح السلطة وكذلك عدم الاستماع من الرأي الآخر أو من قبل المعارضين البناءة بالتالي ما يجري في البصرة سيد الكريم أن ما هو يعتبر تكميم للأفواة وكذلك استحواذ السلطة على مؤسسات خطرة يعني أظرك مثال سيد الكريم ونحن من خلال مراقبتنا كمختصين في مجال حقق الإنسان هذه الأيام وليلة أمس قمنا بمتابعة من الساعة الثانية ليلا إلى الساعة الثامنة صباحا يعني جهاز الأمل الوطني الجهاز الوطني الذي هو يناط به مهام كبرى على مستوى الإرهاب والابتزاز الإلكتروني وقضايا تخص البلد بينما تناط بعض الدعاوى السياسية عبر هذا الجهاز بالتالي هذا هو يعتبر شيء خطير ومساس بهذه الأجهزة التي تقارع الهراب لكن سيد علي البعض يقول بأن هناك قانونية في عمليات الاعتقال وعمليات التحقيق معهم يعني نعلم بيضا بهذا قانون العقوبات في العراق منذ عام 1969 الذي شهد أيضا تعديلات طفيفة إلى أي مدى نتحدث عن خطورة في استغلال النفوذ أيضا موضوع المادة الثامنة والثلاثين في الدستور ألا تكفل حرية الرأي والتعبير سيد الكريم المادة الثمانة والثلاثين نحن قبل أشهر أعلاننا عن تحالف المادة الثمانة والثلاثين وهو مجموعة من المنظمات والمؤسسات هي داعمة لهذه الفقرة مع العلم أن هذه الفقرة فيها غموض أنه ينظم بقانون وحاولت السلطة أنذاك في حكومة القناصين أن تجعل من هذا القانون قانون جرم المعلوماتية تقييد الحريات ونحن قمنا باعتراض صارم على هذه الفقرة بالنسبة للقضاء نحن نعول ومن خلال قناتكم على مجلس القضاء على علا ودعني أن أوجه مناشرة من خلال قناة التلفزيون العربي أرى من خلال قناتكم أناشد رئيس الوزراء القادة العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي وكذلك الحكومة القادمة ومن خلال قناتكم أيضا إلى السيد رئيس مجلس القضاء على دكتور فأغزيدان سيد الكريم عليكم الإتيان للبصرة أو المجيء بيوفد إلى البصرة والتقاء معنا هناك مجريات في البصرة خطيرة تجري الآن لدينا أستاذ جامع مطارد لحد هذه اللحظة وحتى لربما نحن علينا دعوة قضائية اتصلت بأكثر من شخصية سياسية أكدوا التضامن معنا بالتالي نحن نعول على مجلس القضاء على علا ونتضامن معه ونثق به ولكن المشكلة في الأجهزة التنفيذية سيد الكريم هل هي تخالف الدستور سيد علي؟ سيد الكريم رئيس الحكومة المحلية يستثمر نفوذة في السلطة ويضغط على الناشطين وبعض الشخصيات المتلفذة من أجل اسكات الحق هذه لدينا الآن مراسلة للمحافظ في أحد القروبات كان في بغداد وهدد بالإتيان إلى البصرة وقال سأقيم شكاوى على عدة شخصيات تقوم بيحاول شيطنة كل من يقول الحق بالتالي أنا أحمل من خلال قناتكم رئيس الحكومة المحلية على حياة الناشطين وحياة كل من يتكلم بالحقيقة وكذلك نطالب رئيس مجلس النواب وكذلك أخاطب السيد مقتر الصدر التدخل رئيس الحكومة المحلية يدعي أنه لديه علاقات بالتيار الصدري ولديه علاقات بالسيد مقتر الصدر بذلك من خلال قناتكم وناشر السيد مقتر الصدر التدخل بهذا الموضوع البصرة تتعرض إلى تكميل أفواح بهذا الموضوع بالتالي يجب أن يكون هناك تدخل حقيقي أشكرك سيد علي هذا ما سمح لنا به الوقت من البصرة علي العبادي مدير مركز العراق لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك نعود مشاهدين إلى زميل النضال واستكمال ما تبقى من ملفات الظاهرة إلى اللقاء